موسيقى يضم معهد البحرين للتنمية السياسية مكتبة ثرية تحوي العديد من الكتب والمجلدات القيمة التي انتقيت عنوينها بعناية لتتنوع في طبيعة المواضيع التي تتناولها القانونية منها والسياسية وحتى الإعلامية فهي كبستان معرفي يفتح أبوابه أمام كل قارئ بين مهتم ومختص خدمة للعلم وتحقيق أقصى استفادة معرفية ممكنة مكتبة ثرية تنوعت مجالات إصداراتها محتوية على باقة من الكتب القيمة التي انتقيت عنوينها بعناية لتفسحها عن زخم المضمون الرصين والذي يتوسع في فحواه ليجول في بيئة المواضيع السياسية والقانونية والإعلامية في معهد البحرين للتنمية السياسية بستان معرفي استطاع أن يحوي على 27 نتاجا علميا إلى جانب آلاف الكتب والدراسات وحتى المجلات والمقالات والمطويات المختلفة كان لها التأثير الواضح في مد عقل القارئ المهتم والمختص من داخل البحرين وخارجها بمفاهيم عصرية جاذبة تزيد من مغزونه الثقافي وقد كان نشر الكتب المتخصصة والدراسات والأبحاث أحد تلك الآليات حيث عمل المعهد على إثراء المكتبة البحرينية بالعديد من الدراسات والبحوث المتخصصة في مختلف المجالات السياسية والقانونية والدستورية لمجموعة كبيرة من الخبراء والأكاديميين والمختصين اليوم يمكن التأكيد بكل ثقة أن إصدارات المعهد قد ساهمت بالفعل في تحقيق أهدافها بالوصول إلى مختلف شرائح المجتمع البحرين من مختلف الأعمار والتخصصات الأكاديمية وهو الأمر الذي نفخر به في معهد البحرين التنمية السياسية حيث كانت إصدارات المعهد المتنوعة تلامس بشكل كبير جميع حاجات فئات المجتمع من ناحية السياسية والقانونية والفكرية والثقافية نظرة موسعة على حجم هذه الإصدارات التي لا تثمن ودور المعهد في إنتاج هذه الكتب ورفض المكتبة بالبحوث والمراجع التي تتميز بالمنهج العلمي والأكاديمي المتجدد خدمة للعلم وإشباع رغبات أهله تهتم بالدرجة الأولى في تنمية وتعزيز أفكار وقضايا التنمية السياسية والمبادئ الأساسية للديمقراطية قضايا التحول الديمقراطي وبرامج وإشروعات تجارب التنمية السياسية والقضايا المرتبطة بها كل ذلك مع التركيز على مملكة البحرين بشكل خاص ومن ثم الدول الإقليمية وعرض تجاربها بالطبع فإن المعهد عمل أيضا على إصدار مجموعة من الكتب المتخصصة بالشؤون الدستورية والقانونية والتشريعية والتي ساهمت في تعزيز الوعي العام بهذه المواضيع إلى جانب العنايب نشر الدراسات والأبحاث الأكاديمية والعلمية كرساء للدكتوراه والماجستير إضافة إلى توثيق العديد من التشريعات والقوانين من خلال إصدارها في كتيبات كما يتم توزيعها لمختلف المؤسسات الرسمية والأهلية حيث أصبحت مرجعا هاما للباحثين والدارسين في داخل البحرين وخارجها من خلال متابعاتنا لإصدارات المعهد يمكننا التأكيد أن هناك قبال كبير على ما يصدره المعهد وهذا الاحتمام لا يقتصر على فئة معينة إنما كل فئات المجتمع من باحثين وأكاديميين ومحتمين خصوصا الجانب السياسي والدستوري والقانوني كما يمكننا التأكيد على أن إصدارات المعهد أصبحت مرجعا هاما في كثير من المؤسسات الأكاديمية البحرينية بل وصلت إلى خارج البحرين حيث تتلقى طلبات من بعض الدول العربية الشقيقة حيث المعهد يعد من المؤسسات الرائدة على المستوى الوطن العربي وحرصا منه على دعم الجهود البحثية بالمجال السياسي والدستوري والقانوني وإيمانا بدوره في تنمية الوعي السياسي بين فئات المجتمع كافة فقد عمد معهد البحرين للتنمية السياسية على إتاحة جميع إصداراته مجانا كالورقية منها أو تلك المنشورة إلكترونيا أمام الجمهور الباحث عن المعلومة بغيتاء نشر المعرفة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتلوزيون البحرين محمد رشادات